اهلا بحضراتكم حنتكلم النهاردة عن واحدة من اهم المدارس المؤهلة للسوق العمل اهم المدارس بعد الاعدادية وهي مدرسة السويدي مدارس السويدي منها المدارس الحكومية ومنها المدارس الخاصة منها المتخصص للبنين فقط ومنها المشترك بنين وبنات حنكلمكم عن مدارسة السويدي التكنولوجيا التطبيقية الموجودة في العشر من رمضان في محافظة الشرقية وهي مدرسة حكومية بمصاريف عادية وحنكلمكم كمان عن اكاديميات السويدي الموجودة في عدة محافظات ومنها حوالي أربع فروع بتغطي كل أنحاء الجمهورية وتضمن فرص عمل للخريجين وكمان هي مدارس مشتركة للبنين والبنات معنا كل تفاصيل مدارس السويدي وإزاي نقدم مشروط القبول والمصروفات حنبدأ مدارس التكنولوجيا التطبيقية واللي مدر الدراسة فيها ثلاث سنوات والشريك الصناعي هو أساسة آل سويدي للتنمية اللي بيتدرب فيها الطلاب المدرسة اللي مصاريفها مصاريف حكومية وموجودة في محافظة الشرقية في مركز ديار بنجم ما بتقبلش إلا أبناء محافظة الشرقية كمان يجب أن يجتاز الطلاب بعض الاختبارات بتاخد من مجموعة حد أدنى 250 درجة أقصامها كهرباء وميكانيكا فقط بتوفر المتفوقين فرص عمل في مصانع الشريك الصناعي بيحصل الطالب الخريج على شهارة اعتماد دولية من الغرفة الألمانية كفني ماهر متدرب وبتوفر للطلبة كل مرتلبات التعليم من زي وواجبة وزي ما قلت حقاكم مصاريفها مصاريف حكومية ما بتزيدش عن 200 جنيه لكن زي ما قلنا الحد الأدنى 250 درجة دي أهم مميزاتها بتوفر زي ما قلنا فرص تعليم بتدي مكافآت مالية كمان أسناء فضرة التدريب بيقدم لها الطالب عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم قدام حضراتكم الرابط كمان لازم يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية والكشف الطبي بالنسبة للمناهج الدراسية فطبعا المناهج الأساسية بالإضافة للمناهج الفنية المتخصصة والتدريب العملي من خلال الشريك الصناعي علشان تقدم فيها زي ما قلت لازم تكون من سكان محافظة الشرقية وبتدفع رسوم 100 جنيه وهي رسوم التقديم بيكون الدفع عن طريق البريد وبتاخد معاك الإصار وصور الأوراق بس لحد ما يتم الفرز وللعلم ممكن المجموع يزيد شوية بعد الفرز بعد الفرز وقبوله الطلاب بتحضر ملفة كامل شهادة النجاح الأصلية وكمان شهادة الميلاد الأصلية وصور شخصية والطابع اللي مكتوبة قدام حضراتكم وطبعا زي ما ذكرت لحضراتكم مدارس تكنولوجيا التطبيقية هي مدارس بتكون مشتركة مع الشريك الصناعي ويتم تدريب الطلاب في مصانع أو في شركات آل سويدي وبعد التخرج ممكن الطالب يلطحق بسوق العمل مباشرة وممكن يكمل تعليمه بعد الحصول على الدبلوم الفني نروح بقى للشق التاني وهو المدارس بنوع عليها مدارس خاصة وهي أكاديميات السويدي اللي انتشرت في أنحاء الجمهورية زي ما قلت حضراتكم في حوالي أربع فروع وهي مدارس مهمة جدا ومؤهلة لسوق العمل ومطلوب خرجيها جدا وبيتم تعيين حوالي سبعين في مئة من خريج المدارس دي وبشارة بعد التخرج وهي مدارس تعليم مزدوج تبع لوزارة التربية والتعليم شهادتها شهادة معتمدة بيحصل للطالب على دبلوم المدارس السنوية الفنية بنظام التلات سنوات بالإضافة لشهادة خبرة بيحصل عليها من المصنع اللي تضرب فيه يكون التعليم بنسبة تمانين في المئة تدريب عملي وعشرين في المئة أكاديمي ونظر مدر الدراسة فيها تلات سنوات بتوفر للطالب كل حاجة ما بين مواصلات ووجبات وزي مدرسي وتواجر الطالب بصورة أكبر في المصانع والشركات اللي بيتم تدريبه فيها ويكون موجود فيها حوالي أربع أيام وفي المدارس نفسها يومين وبيتدرب أو بينفز الجدارات الفنية اللي هي هتبقى مطلوبة بعد كده وبتآهل لسوق العمل أربع فروع الأكاديميات السويدي في الشرقية والمنوفية وبورسعيد والسويس ده الخط الساخن قدام حضراتكم ممكن تستفسر منه على أي استفسار تحب بديسأل فيه بخصوص أكاديميات السويدي كمان سبب حضراتكم تحت الفيديو سطحة الفيسبوك الخاصة بأكاديميات السويدي وكمان بمدارس تكنولوجيا التطبيقية زي ملتاك الأكاديميات دي بتقبل طلبة من كل أنحاء الجمهورية في مراكز أو نقاط تجمع على مستوى الجمهورية بيبقى ملتزم الطالب وإيه الأمر يكون متواجد فيها مصارفها هي 15 ألف جنيه سنويا لكن بتتم بعض الإعفاءات هنقولها لحضراتكم بس هنستعرض لأول ما حضراتكم شروط التقديم لأكاديميات السويدي على مستوى الجمهورية لازم يكون الطالب طبعا مصري جنسية مجموعه ما يقلش عن 220 درجة وسنه أقل من 18 سنة ويكون اكتاز كل شروط القبول حسب التخصص اللي هو محتاج يتخصص فيه وبرضو بيقدم طبعا بصور الأوراق بس صورة بطاقة رقم قاومة الوئي الأمر وصورة شهادة نجاحه حين القبول بيبدأ يقدم الأصول هنسأل بس بعض سؤال ليه بركز على أكاديميات السويدي قلنا إنها تتميب 80% العملي و20% بالجزء النظري بتوفر وسائل انتقال للطلبة بتوفر له مجابات خزائية بتوفر له بدل تدريب شهري 300 جنيه كمان زي مدرسي يبقى من مزاياها الشهادة الدولية اللي بتقدمها المعتمدة كمان من أهم مزاياها الزي المدرسي اللي يكون بتوفر للطالب كل ده جماعة بتشمله المصروفات الدولية بتفحى الطالب كمان الانتقالات من مكان سكنه إلى المدارس بدل تدريب شهري بيحصل عليه الطالب هو مبلغ 300 جنيه كمان من أهم مزاياها اللي بتوظف زي ما قلنا حوالي 80% من خريجيها في المصانع والشركات اللي بيدربوا فيها لأنها بتأهلهم وبتديهم خبرة عملية كبيرة جدا وبيكونوا مطلوبين في سوق العمل كمان بتوفر التأمين الطبي أو التأمين الصحي للطلاب زي كل المدارس بالإضافة أنها بتوفر وجبات غزائية للطلاب أثناء فترة الدراسة وزي ما قلت حضراتكم حاجة مهمة جدا بقى أنه ممكن تتخفض المصاريب الدراسية وممكن تتلغي خالص وتكون المنحة الدراسية بقيمة 100% إمتى لو كنت أنا فعلا غير قادر ما دين ندفع الملغي الكبير ده لكن مقدم ما يثبت ذلك ويثبت تفوقي سواء في المجال الرياضي أو المجال التعليمي وده من خلال استمارة بيملاها وليه الأمر أو الطالب بعد استمارة التقدم للمدرسة واللي بتوفر له فعلا خصم من 30% وقد يصل إلى 100% علشان كده اهتمت مدرسة السويدي أو أكاديميات السويدي بالطلاب المتفوقين أكاديميا أو رياضيا ومنحتهم جزء كبير من الخصم لأنها بتحب الطلاب اللي بتوجهوا للتعليم الفني وبتشجعهم وبتدعمهم نروح بقى للشهادات اللي بيحصل عليها خريجي أكاديميات السويدي وهي شهادات الجدارات من دولة فنلندا وهي شهادات معتمدة في أقسام مختلفة زي الكابلات والمحولات والمعلومات والاتصالات والمجوهرات والتركيبات الميكانيكية وماكينات الأدوية كمان شهادات جدارات من ألمانيا وهي أيضا شهادات دولية معتمدة في تخصصات الإلكترونيات الصناعية واللوجستيات وميكانيكا الصيانة والإصلاح والبلاستيك والحديد والصلب وفي النهاية هي شهار دبلوم فني ثلاث سنوات معتمدة لمنظارة التربية والتعليم الفني أو شهادة تلمسة الصناعية ومصلحة كفاءة الإنتاجية كمان شهادة في اللغة الإنجليزية من جامعة كامبرج وشهادة الخبرة بعد إنهاء فترة التدريب أخيرا بقى حنستعرض محضاتكم الأقسام الموجودة في أكاديميات السويدي واللي هي بتكون للبنين والبنات عندنا تخصص تكنولوجيا الطباعة وده للذكور فقط عندنا كمان تخصص الصيانة الكهربائية وده تخصص للذكور والإناف عندنا كمان تخصص تكنولوجيا النقل وده تخصص للذكور فقط أيضا تخصص اللوجستيات وده للذكور والإناس عندنا كمان تخصص تكنولوجيا المعلومات والشبكات وتخصص للذكور وأخيرا تخصص صناعات الغذائية وهو للذكور والإناس وبيخرج فني صناعات غذائية نروح بقى لطريق التقديم أو مراحل التقديم في أكاديميات السويدي وهي خمس مراحل هنوضحهم بالتفصيل عشان تعرف إزاي تقدم وكله طبعا بيكون إلكتروني أول مرحلة هي تقديم الاستمارة الإلكترونية وتسجيل البيانات كاملة في الاستمارة وبعدها عطول سجل استمارة المنح زي ما قلت لحضراتكم إذا كنت متفوق رياضيا أو أكاديميا تاني حاجة أو مرحلة تانية هي مراجعة الاستمارات وده بيتم عن طريق المدارس التأكد من صحة البيانات ثالث خطوة هي الاختبارات الفنية وتحديد القدرات للطلاب وأخيرا المقابلات الشخصية مع الطلاب وهي مرحلة الرابعة أجل ما يتم الكشف الطبي وإعلان النتائج طولت على حضراتكم لكن أتمنى أكون غطيت كل تفاصيل مدارس السويدي سواء الحكومية أو الخاصة بالتوفيق لكل أبنائنا سيب حضراتكم في أمان الله